نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تزعم بحرمان المؤمن عليهم من حقوقهم وبتوجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وتواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي وأكدت الوزارة أنه لا صحة لحرمان أي من المؤمن عليهم من حقوقهم أو بتوجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في صرف كافة مستحقاتهم والامتيازات المقررة لهم دون أي انتقاص وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد